أستاذ جان بالنسبة لهذه العودة وبالنسبة للأمال يلي دفقت عند البعض أو عند جهة معينة أنه قد يكون لها انعكاس على الملف الرئاسي وتحديدا على خيار إسلامية الفرنجية هل ترى رابط بين الأمرين؟ خليني مميز بين ثلاث نقاط في عودة سوريا إلى الجامعة الدول العربية في الاتفاق الإيراني السعودي وفي الاستحقاق الرئيسي بدايةً خليني أقول أنا أخشى من هذه الريتوريكة البلاغة العربية أنه انتصرنا يلي من 75 سنة من عيدهم بعد لسوق الحرز للنكبة أنه انتصرنا دائماً انتصار سوريا دمرت 8 ملايين سوري خارج سوريا مصف مليون قتيل مجاعة وأنه انتصرنا فمش نهيك لابد من التدقيق بالمفاهيم أولاً بالنسبة لقرار جامعة الدول العربية هو تطبيق مثل ما تفضل أحسين لمبدأ الخطوة خطوة لأقر باجتماع عمان سوريا قدمت لأول مرة القبول بذكر قرار الأمم المتحدة مجلس الأمن 2254 قدمت لأول مرة لجنة نازحين مع الأردن قدمت لأول مرة مكافحة جدية لتهريب جماعات محسوبة على النظام للمخدرات صاروا مقدمين حوالي 8 ضبطيات على الحدود اشتباكات الأردنيين عم بتم تصفية المهذبين وبالتالي هذه الخطوة اللي هو خطوة إعادة الجامعة هلأ الخطوة عند سوريا ماذا ستقدم قبل أن يقدم العرب على تقديم أي خطوة تانية هاي إذن سياسة الخطوة خطوة للموضوع السوري ما نعطيها أوهام على الطريقة العربية اثنين الاتفاق الإيراني يعني هي خطوة خطوة هلأت حزن خطوة خطوة وبالمنسبة اللي عم بيحصل اليوم بالموضوع السوري هو تطبيق حرفي لورقة جيفري فالتمن اللي أعدى لمؤسسة كارتر بكنون تاني 2021 يومتها كأنه كل الأطراف بما فيهم السوريين ورافضين هلأ عم تتنفذ خطوة خطوة إذا بتجعب تشوف ورقة جيفري فالتمن أنتقل إلى ملف الاتفاق الإيراني السعودي كمان متنقل زميلنا بعد ثلاثة أيام بيتم مهلة الشهرين خلينا نشوف بالتدقيق الواقعي والحقني أستاذ جوج بالعلاقات الصنائية قيل أنه الرئيس الإيراني سيزور مكة في الأسبوع الأخير من رمضان لم يحصل الأمر في العلاقة الصنائية أيضا منذ يومين النظام الإيراني أعدم مواطن إيراني عربي من الأحواز بتهمة أنه يجاهر بنضاله العربي وبالتالي هذا مؤشر على مدى هذا التقدم بالملف العراقي واضح أنه الفريق الإيراني في بغداد بات متوجسا من حركة رئيس الحكومي وهناك عودة سنية واضحة إلى اللعب السيادي في بغداد حتى هناك كلام عن عودة رغد صدام حسين الملف السوري زيارة رئيسي إلى دمشق والاستقبال المذهبي الذي أعد له والأنشيد التي حضرت في مقام السيد زينب لم تمر مرور الكرام لا في سوريا ولا في الدول العربية فبالتالي وصولا إلى لبنان الاستحقاق الرئيسي أنا أعتقد مرأت على اليمن لأنه اليمن ما بدي أقول أكثر من أنه الإعلام السعودي واضح بمتابعة هجماته اليومية على الفريق الإيراني باليمن وما حصل لم يكن إلا شكل حتى اللحظة في اليمن يمكن صار بس ظاهرة واحدة تلفزيونية هي إجلاء المواطنين الإيرانيين من السودان نتيجة حرب السودان وهذا بيفتح باب العلاقة الإيرانية مع السودان ووجود الحرس الثوري بالسودان يلي كان أساس المشاكل بين الإيران والسعودي يعني أنت بتعتبر أنه هذا الاتفاق بعد مرور شهرين من المبكر من المبكر خلي نقول من المبكر حسب اللي عرضتوا أنت وكأنه ليس له علامات نجاح مرتفعة حتى اللحظة لم يحصل أي خرق جدي ألا بيجعب لك على طريقة البلاغيات والشعبويات والغوغائيات فينا نقول أنه انتصار شو ما صار انتصار هايدي المقول الشهيرة أما إذا أردنا أن ندقق لم يحصل شيء ومن ذلك انعكاسه على الملف الرئاسي اللبناني مطابق تماما للي عم بيقول لك إيه إذا بدناك ألا نفوت بالتفاصيل لم يحصل أي تطور جدي بعد في هذا الملف